بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقدم لكم في هذا الفيديو نبدأ موجزة عن موقع واتباد وموقع قدريت وسأتحدث أيضا عن أبرز مميزاتهم موقع واتباد هو موقع لقراءة القصص ونشرها وهو يسمح لك بقراءة القصص بشتى أنواعها وكما يمكنك أيضا كتابة القصص ومشاركتها مع الآخرين وهو يعد بمثابة ملتقى للقراء والكتاب معا وكما يتوفر له تطبيق يمكنك تنزيله عن طريق هاتفك المحمول أولا للدخول إلى الموقع لابد أن تقوم بالتسجيل فيه فلنبدأ باستكشاف هذا الموقع معا يمكنك اختيار نوع القصة التي تريد قراءتها عن طريق الضغط على استكشف واختيار نوع القصة من هذه القائمة سوف أختار القصص التاريخية هنا يظهر لنا تعريف بالقصص التاريخية سوف أختار إحدى هذه القصص هنا يظهر لنا تعليقات قراءة هذه القصة ومن مميزات هذا الموقع أنه يمكنك متابعة كتاب القصص التي تقرأها فهنا يظهر لنا كاتبة هذه القصة لم تكتب سوى قصة واحدة سوف أقوم بمتابعتها فلنبدأ بالقراءة هنا فصول القصة هنا يظهر لنا الفصل الأول من هذه القصة في حال ودت قراءة القصة لاحقا يمكنك إضافتها إلى المكتبة الخاصة بك أو قائمة الكتب التي تقرأها في حال حازت هذه القصة على إعجابك يمكنك التصويت له ويظهر هنا الكتب الموجودة في مكتبتي ومدى تقدمي في قراءتها هنا لازلت في الفصل الأول من القصة أما أسطورة منذية لم أبدأ بقراءتها بعد إن كان هناك قصة محددة تود البحث عنها يمكنك كتابة اسم القصة أو اسم المؤلف في هذه الخانة وكما يقوم هذا الموقع بعمل مسابقات الكتاب ويمنح جواء السنوية لتشجيع الكتاب على الكتابة ومن مميزات هذا الموقع أنه يدعم العديد من اللغات منها العربية والفرنسية والإنجليزية ويسمح لك هذا الموقع أيضا بكتابة القصص عن طريق إنشاء ثم اكتب قصة وهنا يمكنك إدخال تفاصيل القصة وفصولها هنا يمكنك كتابة عنوان القصة سوف أضع أحلام عابرة سوف أضع للقصة غلاف حسنا هذا هو غلاف القصة يمكنك كتابة وصفا لها قصة قصيرة الفئة أو نوع القصة سأخذها قصص عامة اللغة العربية حقوق الطبع والنشر سأجعلها متوفرة للعموم هذه خاصة بالبالغين لا ثم احفظ التغيرات الآن لقد قمنا بكتابة عنوان القصة ووضعنا غلافا لها الآن يمكنك البدء بكتابة فصول القصة ويمكنك أيضا تحريرها وكتابة المسودات فسأضغط جزء جديد هنا يظهر لنا الفصل من القصة نبدأ بكتابة العنوان والنص هذه أبرز مزايا موقع واتباد والآن سوف أتحدث بشكل مختصر عن موقع جودريد هو يشبه موقع واتباد في تخصصه في القراءة والكتب فقد أنشئ هذا الموقع خصيصا ليكون المكان المفضل لجميع محبي القراءة والكتب على الأنترنت بإعطائهم الفرصة لتبادل الخبرات والآراءة في كل ما يتعلق بالكتب يساعدك هذا الموقع على تنظيم كتبك من خلال تصنيفها في الرفوف الافتراضية الثلاثة التي يطرحها الموقع الكتب التي قرأتها في الماضي الكتب التي تقرأها في الوقت الحالي وهنا الكتب التي تنوي قراءتها في المستقبل أو من خلال إنشاء أرفف إضافية جديدة وتسميتها بأسماء من اختيارك أنت ويسمح لك بكتابة ملاحظاتك ورأيك بالكتب التي تقوم بإضافتها إلى مكتبتك وتقييمها من خلال الضغط على النجوم من 1 إلى 5 ويسمح لك بالتواصل مع أصدقائك والتعرف على الكتب الموجودة في أفوف مكاتبهم وكما يمكنك أيضا معرفة مدد تقدم الذي حققته على مستوى قراءاتك وذلك من خلال تحدي نفسك وكتابة عدد الكتب التي تنوي قراءتها خلال العام هذه أبرز ميزات هذا الموقع ويمكنك التعرف على العديد من المزايا الأخرى عند استخدامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر